الرئيس لديه صلاحيات كبيرة فيما يتعلق بقانون الطوارئ الذي صدر أثناء الغزو الأمريكي أو قبل الغزو الأمريكي للعراق الرئيس الأمريكي له صلاحيات إنزال الجيش الأمريكي في العراق له صلاحيات الدفاع عن السفارة الأمريكية وعن الجيش الأمريكي وعن الشعب الأمريكي المتواجد في العراق له صلاحيات واسعة للقيام بأي عمل عسكري يراه مناسبا للحفاظ على أمن السفارة الأمريكية وأمن الأمريكيين أينما وجدوا في العالم السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الولايات المتحدة لها صلاحيات كبيرة في الولايات المتحدة وكما تعلم النظام الأمريكي هو نظام رئاسي بالدرجة الأولى وهذا يعني بأن للرئيس الأمريكي الحق في اتخاذ أي قرار يراه مناسبا فيما إذا وجد بأن هناك خطرة يهدد الأمن القومي الأمريكي وهذا جزء وهذه الوثيقة التي قدمها للكونجرس الأمريكي هي جزء من مهمات الرئيس الأمريكي ترجمة نانسي قنقر